سلوك القتل والتخريب لم يكن يتواجد فيه غير النساء قبل أن يتجمع أبناء الحي وأوضحوا بأن مالك المنزل ليس موجودا لكن إصرار الميليشيات على اقتحامه دفع بسكان الحي للاشتباك معها للدفاع عن حرمة المنزل لتنتهي الاشتباكات بجرح عدد من المواطنين فيما قتل أحد عناصر ميليشيات الحشد الشعبي كيف يفعلوننا نجد حكومة ونجد دولات ربنا تعرف المواطنين تعرف الشعب الطيفل بالعبوز بل مكة قتلنا رهبنا نحن نقزح حافين مقرعين من قهران وباطلهم أدوا لنا القنان مدرسة ثانوية تعز اتخذتها ميليشيا الحشد الشعبي مركزا لها تقصف منها منازل المدنيين بحارة إسعاق في المدينة التي حولتها إلى ساحة للقتل والتدمير تحت قطاء اللجان الأمنية الضرب من القمهوري ثانوية تعز قلنا نصل هنا للشائل الرزا لعند الفرم الروتج البقالة تدين قدمك مغلقات وضرب هنا بالرزاة بالمنطقة كامل المربع هذا نحن نجدارين أيش المطلوب من الحارة كامل اسم الحارة؟ حارة سحاق هذه هنا سحاق هناك وادي المدام وهناك المعتبية وهي هم دور المربع هذا اشمعهم بالمربع هذا مش عارفين القصف المستمر والقنصة العشوائية على المواطنين القريبين من المناطق التي يتواجد فيها عناصر الحشد الشعبي كالسراجيا وبيت المجاهد وجبل صبر دفع بالسكان للنزوح إلى قراهم بحثا عن مكان آمن بعيدا عن بطش الحشد الشعبي الذي لا يختلف فعلهم عن ميليشيات الحوثي التي بدورها تحاصر المدينة منذ أكثر من أربع سنوات خرجنا اليوم للمرة الثالثة ضد ميليشية اللجنة الأمنية وميليشية الإصلاح الذين حاصروا المدينة وضربوا نحن بأنواع الأسلحة ودخلوا البيوت وهتكولوا عراب وأخذوا حتى النساء وأرهبوا الأطفال يبحثون عن الإرهاب وهم الإرهاب بعينه القنص المرة الأولى كان من السراجية ومن بيت المجاهد ومن قاة القاهرة والآن من ثنويات تعز ومن الأمن السياسي من كل مكان ومن صبر المدينة مطوقة من جميع أماكن القنص أرهبوا نحن أروعوا أطفالنا الحشد الشعبي واصلوا هجماتهم في المدينة التي أصفرت عن قنص إمرأة دعا عاليا الهيزمي في التحرير الأعلى ورجل مسن أمام مدرسة ناصر في شارع 26 سبتمبر وضمن حملتها قامت ميليشيات الحشد الشعبي بمصادرة هواتف ودراجات نارية للمواطنين الداخلين أو الخارجين من وإلى تعز وداهمت عدد من المنازل واعتقلت النساء والرجال والشباب في غضون ذلك تعالت الأصوات بالمدينة القديمة بمكبرات الأصوات لأبناء تعز لإغاثتهم من ميليشيات الحشد الشعبي وخرجت عشرات النساء والأطفال للمشاركة في وقفة احتجاجية دعوا إليها ضد انتهاكات الميليشيات الأخوانية